موسيقى التنقيب والبحث عن معادن الشعوب وعظمائها دائما يحتاج لوقت كافي واجهة مضاعف لكي يصل المرء إلى الهدف خاصة وإن ارتبط هذا الهدف بأحداث خلدة في التاريخ غايتنا هنا أن نجد واحدا من الذين أسهموا بعطائهم في فصل من فصول التاريخ السوداني الحديث العم محمد عبد الرسول أو كما يلقب بشيخ المصورين في السودان شاهد على العصر في أهم مرحلة في السودان قبل وبعد الاستقلال وهو من الذين ساهموا في رسم ملامح الهوية السودانية وذلك بتوثيقه لأهم الأحداث والمشاهد محمد عبد الرسول على الرغم من تقدم العمر استقبلنا بحيوية شبابية معهودة عنده والتي لا تخلو من الطرفة وحديث الذكريات فهو من المعدن السوداني الأصيل الذي لا يتأثر بحداثة الحياة ومتطلبات ظروفها ارتحقت مثلا في مصلحة الاستعلامات والأمل دي كانت أيام الاستعمار وكانت سنة 1954 ارتحقت كاتريني في هذا القسم التصويرية الشقين السينما وفوتوغرافي وعملت بيجو من 1954 لحد 55 أنا تريني والتحكت في 55 أول يعني توظفت في 1955 يعني سنة 1954 دي كانت تدريب وكانت الهواية البوصلة التي حددت له اتجاه العمل في مصلحة الاستعلامات السودانية وصدقت عنده روح العطاء بتفرده في التصوير الفوتوغرافي بمهنية احترافية أنارت الطريقة أمامه ماشينا ودونا طبعا لبنان أخذنا سنة تدريب برضو كقورس مثل سنة ونص ورجعنا والحمد لله استمرنا كل واحد طبعا بيجو مسؤول لما يجي مناسبة خارجية بسأل زيارة الرئيس أو الوزير أو يعني دول مسؤول في السودان يقوموا ينتقبون طبعا لنا ثلاثة أربعة ما كنا أكثر من كده الدور دي يمشي فلان والدور الثاني يمشي فلان وكده حاجة فمرنا كل حاجة المشيد هي غوظلافيا فرجعت من غوظلافيا ومشيد دور الأولمبية في روما بعد كده استمرت في أمل الداخلي مع حكومة السودان في كل مواقع السودانية ثم كانت مرحلة التأسيس لهذه المهنة في ربوع السودان واقترن العطاء بالدبلوماسية الشعبية في التواصل مع الشعوب عبر دول الجوار جاءنا وظائف كبيرة شغيرة من الواحد يكون مسؤول نقلوني جوبا نقلوني جوبا بعدين جوبا دي زي ما تقولنا مسؤولة عن تصوير في ثلاثة مدريات ملك أهل واو وجوبا رأسه في خلال هذه التمرد كان في تمرد شديد أنا كنت بمشي بالطوف أحيان بمشي بره بمشي كامبالا في غنذا يعني بمشي نيروبي كينيا بمشي زنزبار ومشي برازبيل لكل أنا اللي حتى في اقتطاف لا ممبا باترش لا ممبا لما اقتطافه أنا حاضره في المسألة دي وكانت لفصول العمل الفني التي وضعته في قمة الأداء الوظيفي في دارفور حكاية استلهم من خلالها المعاني والعبر الجميلة خمسة ستين أنا نجلتها من جبل دارفور حكاية معرفة إذا استمرت في دارفور قرابة 11 سنة في الفاشر ومن الفاشر طبعا زاولت العمل مموريات مثلا من بر ليبيا تشاد تشاد أفريقيا الوسطى وحكذا مشينا خشينا لحد دي ليبيا في خليج السيرت واخدنا جولة هناك معاهم ولدموا ببعث وقداء واتخطنا على حسب معنى احنا دائرين وهم دائرين لانا جاء الوافد بتاع المهندسين لترابلوس مرتوزة هبت معهم العم محمد عبد الرسول موسوعة تاريخية معاصرة عصرت جزء من هذا التاريخ أسرته العريقة الممتدة في ربوع السودان والتي استشهدت بمكانته ونشاطه المتضفق دوما وبعزيمته وإرادته التي لا تعرف الانكسار ترجمة نانسي قنقر